المبدأ الثالث هو أن يكون صاحب حكمة وكفاءة صاحب حكمة وكفاءة ويننها المرشحين يصرخوا مثل مصرخ سليمان ويقولوا فاط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا الحكم هي أولا مخافة الله وحكمة الحاكم هي هبة من الله هي هبة من الله هي عطية من الله من هيك يجب أن نكون نحو الله في الصلاة والعبادة حتى نمتلئ من هذه الحكمة بتعرفوا كمي بلادنا صعبة ومعقدة فما بدنا أشخاص يوصلوا للحكم بسبب أموالهم لأنه معهم أموال بدنا أشخاص عندهم حكمة لحتى يعرفوا يديروا بلادنا فهل الحاكم هيدا يحتاج إلى الحكمة تبهوا والمعرفة والكفاءة وحسن التعبير وحسن الخلق ونفاذ البصيرة والذكاء الاجتماعي وحسن التعامل مع الآخرين مع مراعاة خصوصية كل فئة لي لأنه كل بلادنا طواقف وطواقف وكل طائفة واحترامها والتوازن ما بين العدالة والرحمة وهيكي تعطي الحاكم جرأة على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته فالسؤالي لإلكم اليوم هل من تنتخبه مشهود له بالحكمة؟